ونبدأ من الإصلاحيين وصعود الإصلاحيين في إيران وتدعيات ده على المنطقة والخريطة خريطة حكم العالم ونتائج الاقتصادية في البداية تحياتي لحضرتك وكل سادة المشاهدين الكرام بالتأكيد يعني يظل الملف الإيراني أحد أهم الملفات اللي لها تأثير على السياسات الخارجية لإيران وبالتبعية مرتبط بها العديد من الملفات ويمكن جاءت الانتخابات الرئيسية الإيرانية بسبب الظرف الاستثنائي من وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أحدثت نوع من الارتباك النسبي داخل أروقات النظام السياسي الإيراني لكن سرعان ما تعامل معها بقدر من الاستعجال لمحاولة العبور على هذه المرحلة الانتقالية وتم إجراء الانتخابات في فترة ربما لما تتجاوز الخمسين يوم الدستورية وشاهدنا أن كان هناك مفاجآت بصعود بزشكيان لجولة العادة وحدث ما حدث بتأكيد أن صعود ما صعود بزشكيان وتوليه لرئاسة الجمهورية الإيرانية أنا شايف أن هذا تطور مهم جدا ومفاجئ بالمناسبة خاصة أن كل التوقعات كانت تصب في مصلحة الأصوليين سواء محمد بكر قليباف أو جليلي على اعتبار أن النظام الإيراني في المرحلة حساسة ويريد عمل نوع من التناغم والتصاق السياسة الخارجية الإيرانية لمواجهة العديد من الملفات المشتعلة لكن جاء فوز بزشكيان ليعطي بصيص من الأمل للإصلاحيين اللي كانوا ربما متخوفين من غلق المجال العام وبعض الاعتبارات الأخرى لكن جاءت فرصة كبيرة للإصلاحيين اللي عودة للمشهد لضبط إقاع السياسة الخارجية الإيرانية لأن مسعود بزشكيان أصدر نوع من بعض رسائل التي تؤكد على نوع من التهدئة فتح الحوار مع الدول الغربية وتحدثها وقال أننا نمد يد الصداقة للجميع وأعتقد أن يمكن دي في بدايتها جملة من الرسالة الإيجابية للغاية واللي بتعطي مساحة وتوقعات أن يكون هناك نوع من التهدئة وخاصة أن بعض الدول وموقفها بانتصار بزشكيان كان هناك ترحيب من بعض الدول مثل فرنسا المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم التي توحي بقدر من التهدئة وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة لكن خلينا أقول أننا لا نريد الإفراد في التوقعات خاصة أن منصب رئيس الجمهورية الإيرانية منصب مهم وهو العديد من الصلاحيات لكن قد يصطدم أحيانا بنفوذ المرشد الأعلى اللي هو له مكانة قدسية دينية سياسية علاوة على الدور الذي يمارسه الحرص الثوري الإيراني في ضبط السياسة الخارجية اللي هو بتشتبك مع مسألة تصدير الثورة ودعم المليشيات الموجودة في الخارج وبالتالي السؤال هل سيستطيع بزشكيان أن يخلق خط من المناورة والمروغة واتخاذ وجهة نظر أحدية يستطيع بها الخروج من هذا المأذك وتبني معادلة يستطيع بها حل بعض الملفات مثل الاتفاع النووي الإيراني التصايد مع الغرب فك هذه الاشتباكات المختلفة وخاصة التصايد في البحر الأحمر والحسيين وغيرها من الملفات المتعلقة أم سيواجه بي صدام من الأصولين المرشد والحرص الثوري أعتقد أن هي بزشكيان في مستهل مهمة صعبة لكن هو يتلقى العديد من الدعم وده كان العنصر الحاسم بالمناسبة في الانتخابات من الرئيس محمد ختمي والرئيس روحاني ومحمد جواد الزريف وبالتالي أنا شايف أن يمكن هناك ضغط ومحاولة اتخاذ سياسة خارجية وبعد السياسات الداخلية لمحاولة ربما إصلاح بعض الملفات التي قد تفضي إلى مزيد من التصايد وأنا شايف أن ده في مصلحة إيران أولا ثم في مصلحة المنطقة